نشط الأخبار من قناة جلتزات أهلا بكم بداية أعطى وزير الصحة والسكان عبد الرحمن من بوزيد تعليمات صارمة من أجل ضمان المنوبة الطبية على مستوى المؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة خلال الفترة الممتدة من عشرية أمس الخميس إلى غاية يوم الأربعاء المقبلة وهي الفترة التي تتزامن مع نهاية الأسبوع وكذا الاحتفال بعدي العمال والفترة المباركة وفي اجتماعه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعض بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات الإدارة المركزية شدد الوزير على ضرورة احترام التعليم رقم 912 الصادر يوم 28 أفريل 2022 عن المديرية العامة للمصالح الصحية والتي تنزم تهيئة الظروف المثلة للاستمرارية وضمان العلاج للمرضى وتوفير كافة المنتجات الصيدلانية والطبية اللازمة بالإضافة كذلك إلى ضمان خدمات النظفة والصيانة ولذات المناسبة كشفت مؤسسة مترو الجزائر أنه سيتم الإبقاء على مواقع تنقل عبر المترو وتراموي والنقل بالكوابل السارجة في رمضان خلال يومي عيد الفطر المبارك حيث أن مترو الجزائر العاصمة سيعمل من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الواحدة ليلا أما تراموي كل من الجزائر العاصمة وقسنطينة والسطيف سيكون في الخدمة من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة ليلا بينما سيضمن تراموي كل من وهران وسيد بالعباس الخدمة من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليلة بينما سيضمن تراموي ورقلا النقل من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة أما فيما يتعلق بالنقل بالكوابل فإن تلفريك بابلوات سيعمل من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليلة في حين سيعمل تلفريك الحامة مقام شهيد من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليلة بينما يستقبل تلفريك قصر الثقافة مستخدمي من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة والنصف مساء من جانبه سيبدأ تلفريك البوليدة الخدمة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء أما بنسبة لتلفريك تلمسان فسيعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليلة بينما يعمل تلفريك تزيوزو من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى منتصف الليلة وعن شركة النقل بسكك الحديدية فستبقى القطارات الجهوية أول أيام العيد في نفس توقيتها المعتاد خلال شهر رمضان وسيتم تطبيق برنامج الرحلات اليومي العادي ابتداء من اليوم الثاني من العيد من جانبها أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين عن برنامج استثنائي يتضمن مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العملاء إلى ما بعد العيد كما قررت العمل بنظام المنوبة على مستوى جميع المحطات البرية لضمان الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة وتوجيه إرساليات إلى مسيري كافة الهياكل الخدمتية داخل المحطات لضمان التوجد يومي العيد المبارك مع اقتراب عيد الفطر وككل سنة تعرف أسعار المواد الأساسية لصناعة الحلويات ارتفاعا محسوسا ما يخلف سخطا كبيرا لدى المواطنين هجر بول عرس أجرت جولة في هذه المحلات ورصدت التالي بعد سيناريو ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي أنهكت جيوب الجزائريين منذ بداية شهر رمضان الدور في آخر أيامه على المواد الأساسية ومستلزمات الحلويات العيدية بأنواعها الفارينة، الزبدة وشوكولاتة الغلاساج التي تعد الأكثر طلبان التهبة سعرها أما باقي المستلزمات كالبكسرات فهي لمن استطاع إليهم سبيلا تجار يرجعون سبب الغلاء لارتفاع الطلب عليها في هذه الفترة غير أن الزبونات لهم رأي آخر غاليين، غالكوش غالي، شغل دوزنتا الحلواء كل عام، تقولي للعوام اللي يجازوا، كل عام يزيدوا لو واحدك يتحب دير حلواء مسكينها تحصل علشو لو دوك الناس و لو يكمان دير الحلواء تقول لك سامبرو فيا موان شاخ على اللي نشري دوزنتا الحلوائيتو، نشريها طلعك ونخسر غلاء مستلزمات الحلويات وتكلفتها الباهطة دفعت بالكثيرات إلى العودة للحلوة التقليدية التي لا تكلف وصفاتها وتحضيرها الكثير حفاظا على عادات عيد الفطر بحلوياته التي تزاير الموائد في أحوال التقس حذرت نشرية خاصة للدوان الوطني للأرصاد الجوجة من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من هذا الجمعة وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية والتي صنفت في مستوى اليقظة والتي حملت اللون البرتقالي في كل مينة عامة وبشار وبني عباسة شمالا فحين ستتروح كمية الأمطار المنتظرة ما بين 20 إلى 40 مليمتر محليا كما تخص هذه النشرية كل من ولايتي البيض وتميمون حيث ستقدر كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 إلى 40 مليمتر وقد تصل أو تتجاوز 50 مليمتر محليا خلال الفترة التي تمتد من منتصف نهاري اليوم الجمعة إلى يوم السبت على الساعة الثالثة صباحا وتخص هذه النشرية أيضا ولايات المنيعة غردية والأغواط وهذا من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا حيث ستتروح كمية الأمطار المنتظرة ما بين 20 إلى 40 مليمتر ختم النشرة الإخبارية لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقعنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة سوف تركوا مشاهدنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر